افتتح مخافض شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ورئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة الفنان أحمد الشفعي افتتحا السرك القومي في مدينة العريش وأكد شوشة على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في شمال سيناء مؤكدا أن السرك القومي بالعريش يأتي افتتاحه خلال العيد بعد السرك القومي بالعجوزة والسرك القومي بجمصة وهو ما يؤكد أهمية مدينة العريش ووجه المحافظ الشكرى على القائمين على السرك مؤكدا على تجهيزه خلال أسبوع واحد فقط من أجل إدخال البهجة والسعادة على أبناء محافظة شمال سيناء مؤكدا على أن تذاكر السرك مخفضة وأنه تم إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السرك